اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد ومهم جدا وتوضيح مهم جدا 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 اه عن كأس العالم وتوقعات سيمسون لعام 23 وايضا عن الفيفا ومين هيكسب النهائي وكل الحاجات دي هنعرفه في هذا الفيديو لكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وياريت نعمل لايك وشير الفيديو عشان نيوصل لكل الناس الامتابع معنا قناة اه بتاعتنا كنا منزلين فيديو من فترة تقريبا ان اه توقعات سيمسون عام اه اتنين وعشرين خصوصا من ديال يعني كأس العالم بتاع قطر ومين اللي هيكسب وقلنا ان في بعض المواقع نزلت اه بعض الحلقات اللي كان فيها مسلسل سيمسون بيتكلم ان النهائي هيكون بين البرازيل واسبانيا وفي بعض المواقع بتقول لا البرازيل والبرتغال والناس كتير اه اتكلمت على موضوع انه توقع اه كأس العالم وهكذا وفي ناس عملت فيديوهات ديشليون فيديو على موضوع السيمسون ولكن كل ده تلع فيك زي ما انتو سمعين كده معايا تلع فيك زي ما احنا عملنا فيديو قلنا فيه ان سيمسون عارف انه يتوقع مين هو اللي هيوصل للنهائي كمان انا عايزين نعمل فيديو نقول انه هو فشل في هذا التوقع ان انتو شايفينه هون ان كان البرتغال او اسبانيا او البرازيل فيش حد فيهم مكمل في البطولة وكلهم تلعب دلوقتي البطولة اللي مكمل فيها الارجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا ولسه ان شاء الله المباريات بتاعتهم الاسبوع الجاي تقريبا او يوم الثلاثة والاربع حاجة زي كده وكلنا طبعا بنتمنى الفوز لمنتخب المغرب وسعوده للنهائي ولكن احنا في هذا الفيديو بنتيلم ان سيمسون برغم انه هو بالفعل تحقق له الكثير من التوقعات منها موت الملكة مباريات السوبر بول في امريكا دونالد شامب هيبقى رئيس حاجات كتير وضرب البرجين والاقتصاد وكرونا وجدر الكرود على فكرة ليه العديد العديد والعديد من التوقعات اللي فعلا تحققت وكل الناس كتش مصدقت زي مسلسل كارتون عائلي امريكي من 30 سنة قدر ان هو يعرف التوقعات والاحداث دي فيه بعض قال انها مخططات او فيه التاني بيقولك دي مخابرات وفيه اللي بيقول ان هي عبارة عن رسائل من بعض المنظمات علشان تحذرنا من توجه عالمي حاجات كتير قوي تقلت على هذا المسلسل لكن فيه حقيقة اهو زمانتوا شايفين معايا موقع انجليش انا ترجمته العربي عشان تكونوا معايا انا هجبه لكم تاني باللغة بتاعته عشان تبقوا عارفين اهو من اتش اي تي سي اتش اي تي سي اهو مكتوب عليه ايه fake the simpson world cup 2022 predictions for the internet خدعت العالم طب احنا عارفين ان الانجليش وكل حاجة بس احنا بيسمعونا بالعربي فاللي بيهمين ان احنا نعرف التوقعات ازاي كانت وهمية وخدعت الجميع بيقول الكثير من الناس ان عائد سامسون توقعت الفائز بكاس العالم 22 لكن النظريات كلها مزيفة عشان زم احنا قلنا ومبدأ القناة السابت اللي دائما مماشيين عليه انه لا يعلم الغيب الا الله وان دي مجرد توقعات وتحليلات ليس الا وتوقعت الكوميديا للرسوم المتحركة لمات جرونينج اللي هو الرجل اللي مقلب في المسلسل الكثير من الاشياء المختلفة مثل رئاسة دونالد ترامب وعشرات السوبر بول ومن المخيف عدد الاشياء التي اصبحت حقيقية لكن مستخدم الانترنت اصبحوا الان متحمسين للفكرة وبيقولوا ان العرض تنبأ بكل شيء في المونديال مع السمريركاس العالم 22 في قصر بتنتشر الكثير من توقعات عائلة سامسون على الانترنت لكننا على وشك فتحها جميعا الموقع ده بيقول ان احنا هنفضح كل النظريات اللي بتقول ان سامسون قدر يتوقع كاس العالم اول نظرية ان عائلة سامسون بتوقعت المباراة نهائية هتكون بين المكسيك والبرتغال والاتنين طبعا من غير ما اقول مشوا زي سامسون بيقول احد التنبؤات الفيروسية ان احدى حلقات سامسون توقعت المباراة نهائية بين المكسيك والبرتغال في كاس العالم 22 ولكن هذا ليس صحيحا في الواقع يعني ده فيديو نزل فبيأتي هذا المشهد اللي هم واخدينه في الفيديوهات من احدى الحلقات المبكرة في الموسم التاسع بعنوان عائلة الخرطوشة حيث يشاهد هومر وعائلته اعلان تلفزيوني وبيعلن التجاري عن مباراة كرة قدم ستحدد ما هي اعظم دولة على وجه الارض بين المكسيك والبرتغال وتم بس تلك الحلقة في نوفمبر ولهذا السبب ربطها الناس بكاس العالم 22 لنه بنفس تاريخ الشهر اللي بدأ فيه كاس العالم ومع ذلك في ان الحلقة لا تذكر في الواقع موعدا ابدا عمرها ما ذكرت ان البرتغال والمكسيك هيتقابلوا مع بعض في النهائق في 22 فدي اول نظرية وكمان في الواقع لا تذكر حلقة 97 حتى البطولة اللي بتوجه فيها البرتغال ضد المكسيك لذا لم يتنبأ فعلا زي سيمبسون بكاس العالم 22 على الاطلاق في هذا الموسم بالاضافة الى ذلك تم ربط الحلقة بعدد كبير من بطولات كاس العالم بما في ذلك 2014 و2018 قبل كده وكل نسخة كاس العالم جديدة الناس تعمل فيديوهات على سيمبسون وتوقعاته لكاس العالم تاني بقى نظرية بتتوقع عائلة سيمبسون فوز المانيا على البرازيل وبيقول توقع مزيف اخر ان عائلة سيمبسون توقعت المباراة نهائية الكاس العالم 22 بالالمانيا والبرازيل واللي هيفوس فيها الجانب الاوروبي والكلام ده موجود من الموسم 25 الحلقة 15 بعنوان ليس عليك ان تعيش مثل الحكم حتى سيصبح هومر حكم في كاس العالم في البرازيل يعني في الاصل المسلسل بيقول ان كاس العالم 22 سيقوم في البرازيل في البطولة اقترب رجال عصابات من هومر اللي حاولوا رشوته للسماح للبرازيل بالفوز ولكنه استمر في الحكم بامانة ده يعني احداث الحلقة اللي هم عاملين عليها الفيديوهات في النهاية هيقبل الرشاوي ويصلح المباراة حتى تفوز البرازيل وهي محكاة للديفو اللي هو ويصيب اللاعب البرازيل المسمى يعني فيه لاعب في وسط المباراة اسمه الديفو وكان يقصده به نمار لما وقعه وتصاب زي ما حصل لنمار اصابه في اول البطولة ومع ذلك يستمع هومر بعد ذلك لليزا ويصف لا عقوبة مما يحرم البرازيل من ركلة الجزاء ويترك الالمان يفزون كما ينبغي دي احداث الحلقة فبيقولوا بقى بيعلقوا على الكلام ده باي بقى اولا وقبل كل شيء كاس عام 22 ليست في البرازيل انها في قطر بالاضافة الى ذلك لم تذكر هذه الحلقة مرة اخرى ان الكاسر على ما تحصل في اي سنة يعني كانت عبارة عن احداث عادية بدون ذكر اي تاريخ لذلك لم تتنبأ بالبطولة بقيت التوقعات بقى الوهمية انتشرت وخدعت الجميع على تويتر وعلى كل الفيديوهات وكل الناس بقى منزلت اغريدات على تويتر بس اي مش باينة هنا دلوقتي على هذا الموضوع وقد ايه الناس يعني بتصدق كل حاجة خدوا بالكم في ناس كتير بتعمل فيديوهات علشان تقدع الناس وتاخد لايقات ومشاهدات يعني المسلسل ما تكلمش عن بطولة كاس العالم ممكن ظهرت في المسلسل بطولات لكاس العالم لا مش بطولات مباريات ما بين دول وحتى لو قال ان ده كاس العالم ما حددتش في اي حلقة من الحلقات اللي طلع فيها سا سيمسون ان البطولة دي سنة 22 يعني بيتكلم على البطولة اللي احنا فيها والدليل على كده ان الفيديوهات اللي كانت طلعة في النصخ اللي فاتت لعائلة سيمسون في 2018 و2014 كانوا بيستخدموا نفس الحلقات في هذه الفيديوهات عشان كده انا بقول لكم احنا طلعين النهاردة زي ما بنقول توقعات دي تحققت للسيمسون زي دونالد ترامب وغيره وجدر الأرود وكورونا وغيرها 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 برضو لما يكون في توقع زي كده الناس بتستغل الناس بيه علشان ياخدوا فيه مشاهدات لازم ان احنا نطلع ونقول برضو ان ده كان توقع مزيف ان شاء الله الفوزن المنتخب المغربي وهيبقى المباراة ما بين المغرب وفرنسا زي ما كنا متوقعين ان المغرب هي اللي هتقابل فرنسا برغم النهاردة انجلترا الحقيقة كانت بتلعب كويس ولكن البنلسي الأخير اللي داع من هاركين حسم المباراة لفرنسا ان شاء الله الفوز للمنتخب المغربي زي النهاردة ما فاز كده على البرتغال وزي ما فاز على اسبانيا زي ما فاز على بقية المنتخبات انا اشهد مباراة اكيد قوية جدا ما بين المنتخبين هتخلص بفوز المغرب اتمنى هذا وكده يبقى فوضل الارجنتين وكرواتيا احتمال كبير ان الارجنتين هي اللي تكسب يعني ممكن يكون النهائي بين الارجنتين والمغرب شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ووريتكم كل التفاصيل وحكيت لكم كل حاجة بكل صراحة ما تنسوش الاشتراك معنا وتفعيل الجرس وتعمل لايك وشير وبشكر كل الناس اللي سمعوني في الفيديو اللي فات في فيديو بابا فانجا لما تكلمنا عن نهائي كاس العالم والمغرب والكلام ده وكنت بدعي الناس ان هما يكتبوا في الكومنس الفوز للمغرب ناس كتير جدا استجابت للكلام وبدأت تكتب في التعليقات الطلب اللي انا طلبته في الفيديو فانا الحقيقة حابة اشكركم جدا 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 على تفاعلكم وعلى محبتكم لان فعلا العرب لازم ان يتجمع في اي شيء ما كانش في السياسة وفي اي حاجة تانية على قل نتجمع مع بعض في الرياضة شكرا اشوفكم بخير